في تقرير من نيوزو أكثر المصادر ثقة في إحصيات الجيم ماركت ريسيرش بيقول أن سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية في 2020 بقى فيه أكثر من 2.7 مليار جيمر في العالم وحجم الإنفاق على الصناعة دي وصل حوالي 159 مليار درار من المتوقع استمرار زيادة الأرباح أكثر من 200 مليار دولار بنهاية 2023 وإلى جانب النمو السنوي لصناعة الألعاب وشعور الاستمتاع لجيمر كتير من الأبحاث والمواقع الخاصة بالتعلم زي Learn Worthy بتتكلم عن الفوائد التعليمية والصحية والاجتماعية لموارسة الألعاب من تحسين مهارة Problem Solving والزاكرة وزيادة الانتباه والتركيز ومهارة المالتي تاسك أنا مهندسة ياسمين زياب ده بتسيو تكنيكل مانجر لأكاديمية تطوير الألعاب بمعهد مكنولوجيا المعلومات الفيديو ده مقدمة بسيطة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية وبعض المصطلحات المهمة المستخدمة فيه المراحل المختلفة لتطوير اللعبة منصات الألعاب المختلفة الألعاب بشكل عين بتتقدم على منصات مختلفة ففيه ألعاب بنلعابها على البي سي زي League of Legends, World of Warcraft, Apex Legends, Assassin's Creed, The Witcher ودوم وفيه casual games على الموبايل زي Angry Birds, Candy Crush وفيه الميدكور زي Clash of Clans, PUBG, Fortnite وأخيراً ألعاب الكونسول جيمس واللي فيها بيكون فيه جهاز متصمم لتشغيل الألعاب متوصل بالشاشة سي الأكس بوكس, PlayStation, Nintendo Switch, Wii دون أنواع الكونسول وأمثلة على أشهر الكونسول جيمس Hello, The Last of Us, The Legend of Zelda طبعاً كل نوع من دول كان ليه نسبة إيرادات عالية جداً في 2020 البي سي جيمس وصلت إيراداتها لحوالي 37 مليار درار الكونسول جيمس وصلت ل45 مليار درار أما إيرادات الموبايل جيمس وصلت ل77 مليار درار وده بيوضح لنا قد إيه الصناعة دي كبيرة وبتزداد بشكل مستمر خاصة إن كتير من الجيمس ممكن نلعبها على أكتر من بلاتفورم فيه تصنيفين للألعاب انتشر جداً مؤخراً ممكن يتصمموا على أي من البلاتفورمز اللي قدناهم السيميوليشن جيمس والسيريز جيمس السيميوليشن جيمس اللي بنستخدمها في التدريب على مهارات معينة في مجالات اللي فيها مجازفات نسبة مخاطرة عالية زي تدريب الجراحين، تدريب العمال، لاتباع وسائل الأمان والسلامة أثناء العمل السيريز جيمس هي ألعاب اللي فيها هدف أو غرض مميز بجانب إنها تكون لعبة ممتعة زي دارفوريز داينج اللعبة دي بتوضح تجربة 2.5 مليون لاجئ في إقليم دارفور بالسودان وهي متصممة من 2006 لزيادة الوعي بالإبادة الجماعية في دارفور ولتمكين طلاب الجامعات المساعدة على وقف الأزم وكمان اللي بتسلط الضوء على مأساة الحروب والأضرار اللي بتعود على الشعوب من الحروب ورمشن المتصممة للأطفال والشباب اللي بيتعالجوا من السرطان وفيها اللاعب بيحارب السرطان داخل جسم الإنسان والأبحاث على اللعبة دي أثبتت إنها بتساعد الأطفال على تقبل العلاج والاستجابة للعلاج أسرى عملية بناء الجيم من الفكرة للنهاية تشبه لحد كبير خط الإنتاج اللي احنا بنسميه جيم بروداكشن بايبلاين ودي اللي بتساعد في تنظيم مراحل تطوير اللعبة بحيث إن كل شخص مشترك في اللعبة يعرف إيه اللي عليه تنفيذه إمتى مطلوب تسليمه وكمان بتساعد على إدارة البروجيك بلايب لتطوير اللعبة والبوجيت وعادة البايبلاين بيختلف من جيم للتانية من جيم ستوديو للتاني بس الجيم ديفالبمنت بروسيس متشابه سواء كانت اللعبة بورها فريق كبير بميزانية كبيرة وفترة زمنية طويلة اللي احنا بنسميها التريبل اي جيمز اللي بيطورها تريبل اي جيم ستوديوز زي لعبة أساسين كريد أدسي اللي قامت Ubisoft بتطويرها في أكتر من ثلاث سنوات أما الألعاب المستقلة Independent Video Game أو Indie Game اللي ممكن يطورها شخص واحد من ناحية تصميم اللعبة الأسات بتاعتها وبرمجته أو بيطورها فريق صغير بميزانية صغيرة مش معاهم دعمة من جيم بابلشر أو نشر ألعاب كبيرة زي لعبة سلسل اللي تم إصدارها فيه 25 يناير 2018 Worldwide Independently على أكتر من بلاتفور زي Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox وماك وهي واحدة من أفضل الألعاب لعام 2018 وكسب الجوائز كتيرة منها The Game Award for Best Independent Game وThe Game Awards Games for Impact Award سواء هنطور تريبل اي جيم أو إندي جيم فبتبدأ أي لعبة بفكرة مهم جدا يكون فيه شيء مبتكر في اللعبة ممكن الابتكر يكون في شكل اللعبة الحدوثة اللي فيها Technical Feature مختلفة وقت اللعبة كمان في المرحلة دي بنفكر إزاي بشكل مبتكر هنبيع اللعبة دي تختلف الفترة الزمنية للمرحلة دي بناء على حجم اللعبة حجم الستوديو لبيطور اللعبة مثلا تريبل اي جيمز ممكن مرحلة التفكير في الجيم آيديا تاخد من أربع لتمن شهور وممكن يشتغل في المرحلة دي من خمسة لعشرة تيم مامبرز بعدها بننتقل لمرحلة الكونسابشن فيز وهنا بنبتدي نتخيل ونحدد المرحلة دي ممكن تاخد في تريبل اي جيمز من أربع لتمن شهور ويشتغل فيها من ثلاثين لستين شخص بعد كده بتبدأ مرحلة الـ والمرحلة دي بنعمل فيها بنعمل ديفالبمنت بسيط خالص مش فاينل لشكل الجيم وطريقة تطورها من الأفكار اللي طلعنا بيها من الكونسابشن فيز ممكن الـ FP كون في شكر ورق أو قلم لرسومات مبدئية لتطوير اللعبة ده بنسميه pen and paper prototype وده علشان نوفر وقت وتكلفة لو فكرة اللعبة بتسمح بكتر أول أفضل إن الـ FP كون digital prototype واللي فيه بنستخدم placeholder assets زي عناصر جهزة لبناء اللعبة ممكن نشتريها أو نعمل لها download for free من خلال الجيم engine اللي هو الـ Game Development Software اللي بنشتغل عليه بنخلي جيميرز كتير ومختلفين يعملوا تاست للـ Game Prototype علشان نختبر بشكل مبدئي من التاست ده ساعات بيظهر لنا unexpected challenges اللي ممكن تغير حاجات كتير في الجيم وتبدلها تماما عشان الحاجة الواضحة لنا أثناء مرحلة التصميم مش لازم تكون واضحة بغيرها بعد كده بنقرر إذا كانت فكرة اللعبة تقف ما تكملش لبعد المرحلة Prototype ولا اللعبة قابلة للتنفيذ وهتتلعب وهتكون مشوقة وممتعة وتستحق نكمل شغل عليها لو توافق عليها فسعيتها هنكمل شغل على الـ Prototype ده بإننا نستبدل الـ Low Quality Assets للعبة زي الأسلحة مثلا بالـ High Quality Verges كمان في مرحلة Pre-Production بنكتب أو ما بيعرف بيه واللي فيه إجابة لبعض الأسئلة حوالين اللعبة إيه هي فكرة اللي مبني عليها اللعبة عن طريق توضيح نوع اللعبة القصة الشخصيات اللي فيها شكل اللي ستايل في تصميمها مستويات اللعبة طريقة اللعبة هتكون إزاي مين الفئة المستهدفة إنها هتلعب اللعبة دي؟ أطفال شباب زاوي احتياجات خاصة أو مناسبة للجميع هل في ألعاب مشابهة للعبة دي موجودة في الماركت؟ هل هتكون منافسة ليها ولا لا؟ إيه الـ Platforms اللي هتتقدم عليها اللعبة دي؟ PC Console Mobile الجيم كلها بفلوس ولا هتكون for free وهيكون فيها Game Elements وإيتمز بنشتريها وبعدين مجموعة من الأسئلة متعلقة بتنفيذ اللعبة عدد الأشخاص resources اللي هنحتاجها في التنفيذ لو هنعمل outsourcing عشان تنفيذ الجيم في وقت أسرع الفترة الزمنية والتكلفة المتوقعة للجيم الدوكيمنت دي هي اللي بتحافظ عن نظام طول فترة الجيم production وإن أنا نحدد المخاطر المحتملة ونتجنبها طبعاً بيحصل تعديلات وتحسينات في الجي دي على حسب التغييرات اللي بنعملها في الجيم طول فترة البرودكش ممكن جيم تبدو بسيطة إلى حد ما لكن بمجرد كتابتها في الجي دي بتدرك مدى ضخامة الجيم واحتاجها الريسورس كتير عشان تتنفذ آخر سبب وده مهم جداً لو عايز تعرض الجيم ID على مستثمر أو جيم بابلشر عشان يمول فكرتك ساعتها هيكون عايز يشوف الجي دي والصالد بلان عشان يقتنع إنه يمول اللعبة مرحلة البرودكشن ممكن تاخد من أسبوع لسنة على حسب الجيم تايب ريسورسز البودجت المتاحة وعادة بتوصل لـ 20% من إجمالي الجيم برودكشن تايب بعد الموافقة على تنفيذ الجيم بنبدأ على طول مرحلة البرودكشن هي أطول مرحلة في الجيم تايبلاين ممكن تمتد من سنة لأربع سنين مرحلة الانتاج دي بتحتاج لأكبر عدد من الـ Development Team يشتغلوا فيها في AAA Game Studios ممكن يكون أكتر من 200 جيم بروجرامر وارتس بيشتغلوا على الجيم الوحدة ممكن أكتر من جيم ستوديو من كذا بلد يتعاونوا في انتاجها المرحلة دي الجيم بتبدأ تاخد شكل القصة بتتحدد الـ Assets الـ Characters الـ Creatures الـ Props الـ Environments كلها Created Rules of the game بتتحدد الجيم code بيكتب Levels and Game Worlds are built مرحلة الانتاج دي هي كمان بتتم على كذا مرحلة 5 Milestones بنبدأ بان احنا نعمل الـ Vertical Slice واننا بنـ Develop جزء من اللعبة Level مثلاً أو حتى جزء منه المهم يكون جزء متكامل في حتة من كل عنصر من عناصر اللعبة الشخصيات الـ Environment الأصوات الحركة التأثيرات بتكون Fully Playable Sample دقائق ممكن توصل لنصف ساعة المهم وقتها يكون كافي عشان تدي تجربة مباشرة اللعبة تاني Milestone هي الـ Pre-Alpha اللي فيها لازم نكون انتهينا من تطوير غالبية الـ Game Content في الـ Pre-Alpha Stage كمان ممكن في المرحلة دي ناخد قرارات كبيرة باننا نحزف جزء من Game Content أو نضيف Game Elements عشان نحسن من الـ Game Play تالت Milestone الـ Alpha هنا الجيم بتكون Feature Complete بمعنى ان كل الخصائص الاساسية في اللعبة تم اضافتها واللعبة قابلة للعب من البداية لغاية النهائي ممكن يكون متبقي بعض الـ Game Assets هنحتاج نضفها بس الـ Controls الـ Functionality لازم تكون بتشتغل مضبط اللي فيها بيشتغل الـ QA Testers باختبار النسخة دي ويأكد على ان كل شيء شغال بسلاسة ويبلغ الـ Development Team لو فيه اي اخطأ بعد كده تبدأ الـ Beta اللي فيها بيكون تركيز الـ Team اكتر على جيم Optimization او تحسينات في الجيم بتكون ليها طرق كتيرة على سبيل المساء تقليل حجم الجيم لو كانت Mobile Game علشان لما الجيمر ينزل اللعبة ما تاخدش بساحة كبيرة أخيراً الـ Gold Master هنا اللعبة بتكون متأفلة تماماً وجهزة ان احنا نصدرها في الماركت والجيمرز يقدروا يشتروها او ينزلوها على حسب هي هيتم اصدرها على اي بلاتفور بعض الالعاب بيكون عندها مرحلة ما بعد الانتاج Post Production وهي ان الشركة المصنعة للعبة تستمر في تقديم خدمات دعم وتحسين اللعب او تنزيل نسخ جديدة Updates في شكل New Game Content New Skins New Player Icons New Maps Organized Gaming Events ممكن تستمر المرحلة دي لسنوات على حسب نجاح اللعبة كده وضحنا بشكل عام خط الانتاج للعبة الواحدة بيكون ازاي اما فريق العمل اللي بيشتغل على خط الانتاج ده في شركات صناعة الالعاب الالكترونية بينقسم الى قسمين Management Team Content Production Team او Game Development Team Management Team واللي اهم الاشخاص فيه البروديوسر اللي مسئوليته الاشراف على الخطة الزبنية للمشروع ويتأكد ان اللعبة بتتسلم في الوقت المحدد لها بالليسكوب المتفق عليه من الاول ويتأكد من الريسورس مكتملة وعملية الانتاج شغالة مضبوط بالميزانية التي تحطت من الاول البروديوسر بيشرف من الناحية الادارية على Creative Director وال Game Director وهم بيكونوا مشرفين عن كل Game Development Team اللي بيقوم بتنفيذ اللعبة من ناحية تصميمها وبرمجتها من Game Designers Level Designers Game Programmers Artists Animators بيختلف ادوار او Game Development Rolls على حسب حجم ونوع Game Studio Creative Director مسؤول عن متابعة الجانب الإبداعي في اللعبة Game Universe Characters القصة Visuals الفانتسي او الخيال اللي في اللعبة بيجزب البلاير Game Director المسؤول عن متابعة Gameplay Player Control Difficulty Progression تطور الصعوبة في اللعبة البلاير بينجزب للفانتسي ودي المسؤول عنها Creative Director وبيستمر في اللعب الجيم عشان عجبوا الجيم بلاي اللي مسؤول عنها Game Director تقدر تتابع تطورات المجال ده بمتابعتك لصفحات الشركات العالمية لصناعة الألعاب زي Nintendo EA Sony Ubisoft Square Enix Microsoft Epic Games وغيرهم والشركات المحلية زي Instinct Games Scripted 2024 Studios Rascal Studios وغيرهم كتير وكمان تقدر تتابع Game Developer Conference GDC YouTube Channel ده أكبر مؤتمر على مستوى العالي المطوري الألعاب هتلاقوا فيديوز كتير لسبيكرز من أكبر شركات تطوير الألعاب وممكن تتابع Games Industry ويبسايت هتلاقوا معلومات ومقالات كتيرة عن Game Development Game Production Selling الGames وأخيرا كل Job Profile من اللي ذكرناهم بالأخص Game Programmer والGame Artist هيكون لهم فيديو تفصيلي أكتر عن مسؤوليتهم المهارات المطلوبة لكل Job Profile ولينكس للمصات التي تساعدك علشان تبدأ بها ترجمة نانسي قنقر